مرحبا أهلا وسهلا فيكم سلام بالجميع في حلقة جديدة من رمضانيات اليوم احنا رايحين على المغرب العربي مدينة دولة رائعة جدا 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 أهلها طيبين ناسها كرم وحب وعطاء تحية لهم لكل أهل المغرب العربي كله بشكل عاب المغرب التونس الجزائر موريتانيا وليبيا كلهم نقدم لهم التحية والإكرام والإجلال شعوب رائعة يعني الجمال فيهم والراوعة دعني نتكلم عن بعض عاداتهم القليلة اللي هنحكي فيها هركز شوية على المملكة المغربية وعلى الحريرة الحريرة يعني تعتبر هي أهم يعني هي رمضان بالنسبة للإفطار في المغرب العربي طبعا الإفطار في المغرب العربي شوية يختلف عن باقي الدول حاصة الدول الإسلامية أهل المغرب بفطروا الإفطار لديهم هو عبارة عن مثل الإفطار العادي اللي هو اللي إحنا نفطر الفطور بريكفست بيفطروا على البيض ممكن يفطروا عادة يبدأوا بالحليب اللي هو الملك لأنه بعض ناس بقول لك الزبادي ولا لا الحليب الحليب السائل اللي هو الملك مع التمر وبعدين بيبدأوا في شربة الحريرة هنتكلم شوية بالتفاصيل عن هذه الشربة اللي هي مغربية يعني هي تعتبر 90% 99% من أهل المغرب يفطروا عليها بعدين يفطروا على حلو حلو حلويات نعم يا جماعة هذا هو الإفطار طبعهم يفطروا على حلو فيها الشبكية المشبكة وصفوف هدول من الحلويات المشهورة اللي موجودة في المغرب يفطروا عليها فهم أهل المغرب يفطروا على حلو بعدين في الصحور يتغدوا الغداء اللي هو الطبخة الرئيسية أو الكسكس أو الطاجن أو الشغلات اللي زيها هذا هو الإفطار عادة يعني يعتبر إفطار صحي طبعا عادة إذا كان عندهم ضيوف أو شيء السيدة بتلبس اللبس المغربي الأصير والرجل نفس الإشي القفطان المغربي بيسمونه السيدة والرجل بلبس اللبس المغربي وباستقبلوا ضيوفهم بهذا اللبس طبعا الحريرة خلينا نحكي شوي عن الحريرة لأنه نركز عليها هذه الحريرة هي موروث شعبي منذ سنوات تعتبر الحريرة المغربية من الأكلات الشهيرة والرئيسية في المغرب بشكل عام ولكن في شهر رمضان بشكل خاص وتعتبر من ركائز المطبخ المغربي تحتوي على شغلات كثير عشان هيك هي مهمة كثير وجبة كاملة تقريبا وفاتحة للشهية في شهر رمضان فيها كثير بيتمينات وبروتينات ومعادل وكربوهايدرات وفات وكل الأشياء موجودة في هاي الحريرة عشان هيك تعتبر يعني طبق كامل بنفسه تحتوي على فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى عشان الخضروات والفواكه واللحم والزيت اللي موجود فيها وهذا طبعا يعتبرها من الأكثر المتين اللي فيها هاي 250 جرام بيحتوي على 420 تقريبا سعر حراري تقريبا بنحكي وهذا طبعا حسب ما موجود على الانترنت أنا ما حسبت السعرات بل لكن هذا اللي موجود طبعا المكونات الرئيسية اللي حريرة مش حديحكي عن طريق الطبخة طبعا طريقة معقدة شوية لكن المكونات الرئيسية هو الماء العدس أو الحمص بحطوا ناس عدس وناس بحطوا حمص الطحين الأبيض بحطوه برضو فيه ناس بحطوا العدس والحمص مع بعض طبعا الحمص المنقوع بيكون مقشر الشعيرية الرفيعة اللحم عادة بحطوا لحم عجل فيه ناس بحطوا لحم غنم مقطع صغير البندورة المفهومة طبعا الكزبرة الخضراء والبقدونس هدول مهمين هم اللي بعضوا النكهة الرائعة زيت الزيتون وهذا مشهورة في أهل المغرب الكرافس هذا هو السر في الحريرة الكرافس البصل طبعا ممكن يضيفه عليها معجون طماطن أو بعجون الصنصة البندورة القرفة السمن السمن البلدي يوضع عليها بعض الزنجبيل طبعا الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة هذه هي الطريقة الأساسية طبعا بعد ما يسون كل لحم بضعوا كل هاي الأشياء بخلطوها طبعا بطريقة وبتغلى على نار هادئة لوقت كافي بحيث أنه كل هذه الأمور تمزج مع بعض وتعطيك الطعم الرائع الجميل اللي موجود في الحريرة يعني الحريرة هي السر في المائدة المغربية الجميلة الرائعة نتمنى لأهل المغرب العربي من الشرق إلى الغرب ليبيا تونس الجزائر موريتانيا والمغرب كل عام بخير طبعا نتمنى لجميع الناس ولكن اليوم احنا كنا ضيوف على أهل المغرب يعطيكم الفعافية ونراكم في حلقات قادمة من رمضانيات سلام للجميع ترجمة نانسي قنقر